بكرة إن شاء الله هنبتدي منافسات الجولة الـ 31 في الدوري الممتاز. النادي الأهلي عنده مباراة قوية أمام أسترن كامبني. هتقول لي يا عم أسترن كامبني أيوة أسترن كامبني مباراة قوية جدا. لأنه أسترن كامبني عايز يكسب النادي الأهلي. عشان لو كسب النادي الأهلي ممكن بشكل كبير جدا يقعد في الدوري الممتاز. وهو دلوقتي بيحاول أنه يهرب من شبح الهبوط. الأهلي كالعادة بيتعامل مع كل ماتش بماتش. وزي ما حضراتكم عارفين عندنا مرحلة بنلعب فيها بمجموعة لعبين جدد. مش هقول ناشئين ولكن هما مجموعة لعبين جدد. موجودين في النادي الأهلي وتحت أمر النادي الأهلي. العائدين من الإصابة اللي بقالهم فترات طويلة ما لعبوش في المباريات. وبالتالي مباراة بكرة فرصة قوية جدا لتحضير هؤلاء اللاعبين. نشوف مين اللاعبة اللي تقدر تكمل الفترة القادمة. مع النادي الأهلي. مين اللاعبة اللي ممكن يتم إعارضها؟ ده كله حيبان من خلال المباريات اللي النادي الأهلي بيلعبها خلال هذه الفترة. لأنه النادي الأهلي الحقيقة. وده كان وجهة نظري أنه اللي حصل خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول. وإراحة اللاعبين الدوليين واللاعبين اللي بقالهم فترة طويلة بيلعبوا مباريات. أعتقد أن دي أهم صفقة. أهم صفقة. هيعملها النادي الأهلي إن شاء الله في بداية الموسم اللي جاي. ليه؟ لأنه أنت لما تريح الشناوي وتريح أفشا وتريح شريف وتريح بقية اللاعبين اللي موجودين طاهر وحسين وكل الناس اللي مريحها. لما تريح اللاعبة دي صدقوني حيرجعوا أحسن من الأول بنسبة كبيرة. لأننا آخر شهرين شفناهم مش قادرين يشيلوا رجلهم في الملعب. مش قادرين يجروا. مش قادرين يعني أفشا ما كانش بيعمل الثرو بوستس اللي بيعملها طول عمره أو في حياته كلها قبل الشهرين اللي فاتوا. ليه؟ لأنه مش قادر دماغه ذهنيا تحس أنه هو تعبان ذهنيا وبالتالي تعبان بدنيا. فاللي بقول لحضراتك أن أهم صفقة عملها النادي الأهلي والحقيقة كان قرار حاكيم جدا في هذا التوقيت بالذات. مش مهم عندنا مطشاة كاس حنلعب على مجموعة اللاعبين اللي عندنا في النادي الأهلي حنلعب بيهم. هم دول النعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي. وأي حد أي حد بيلبس تشارة النادي الأهلي أعتقد أنه هو بيبقى كف كفاية أنه هو يلعب هذه المباريات. وبالتالي الموضوع ما مش في قدين حد. الموضوع في قدين هؤلاء اللاعبين. حضراتكو عندنا جيل جيد من اللاعبين اللي طلعين من فرق الناشئين. ممكن جدا جدا يبقى ليهم دور معنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. ممكن لأ. محدش عارف. إيه اللي ممكن يحصل. حتم دي على أوراق اعتمادك في عدد المطشاط. أعتقد أنه هو مناسب جدا جدا لأنه أنت تشوف لاعب. وبالتالي اللي جاي إن شاء الله أفضل بكتير.